أحسن الله إليكم هذا يقول بارك الله فيكم ما حكم إراد القصص وإن كانت وهمية أثناء الدعوة لله سبحانه وتعالى للشباب وغيرهم لا يجوز الكذب وإراد القصص الكذب في الدعوة هذا أشد لا يجوز هذا الحمد لله الدعوة غنية بالنصوص الصحيحة عن الله وعن رسوله والوقاع الثابتة ولا حاجة إلى الكذب